الشخصية الثالثة قال أتبعك يا سيد بس معليش ائذن لي أولا أن أودع الذين في بيتي هذا إذا كان الأول مستعجل والتاني متمهل هذا الشخص متقلقل يعني شخص متردد متحير عايش بين الماضي وبين المستقبل يعني بكلمات أخرى متمسك بروابط العائلة يعني وهذا كمان نقطة مش بس أنه منعطي أهمية كبيرة في موضوع الحزن والموت منعطي كتير أهمية في روابط العائلة بحسب كيف مفسرها يسوع المسيح ولكن اسمع جواب يسوع المسيح ليس أحد يضع يده على المحراث وينظر إلى الوراء يصلح لملكوت السماوات حبائي يعني يا بتكون مؤمن يا غير مؤمن وإحنا منعرف الفلاح بحال ما يبحط المحراث في الثلم لا يستطيع أن ينظر شمالا أو يمينا أو إلى الوراء وإلا الثلم بصير إعوج والزراعة بتطلع عوجة يعني مش بس علمنا أنه نتحرر من الروابط الأسرية ولكن المسيح يطالبنا بعدم تفضيل أي شيء عنه وهذا على فكرة أصبح القانون الذهبي كل اللي عايزين يخدمه الراب لازم هذا يكون القانون الذهبي في حياتك قرارك خلاص لا رجوع إلى الوراء مثل نهر يسير في نزول وإنت في قارب لا تستطيع أن ترجع خلاص يعني ما فيش حل إلا الموت أمامك فإذن هذا هو القانون الذهبي في تبعية يسوع المسيح هي دعوة إلى التركيز كل القوى والمواهب والإمكانيات للمسيح يسوع وبدك تسمع شيء أصعب خليني أقرأ من لوقا إصحاح 14 ومش مبالغ اللي رح أقرأه هذا كلام الرب يسوع المسيح له كل المجد قال في آية 25 وكان جموع كثيرة سائرين معه فالتفت وقال لهم إن كان أحد يأتي إلي ولا يبغد أباه وأمه وامرأته وأولاده وإخوته وأخواته يمكن سوري يمكن سمعتوني غلط لا لا أنا عم بقرأ من إنجيل لوقا إصحاح 14 من آية 26 بيحكي للجموع اللي ماشيين معاه طب يا رب أنت عاوز تنفرهم يتركوك ما يتبعوك شوف بعيدها مرة تاني إن كان أحد يأتي إلي ولا يبغد أباه وأمه وامرأته وأولاده وأخوته وأخواته يعني أقرب الناس إليك حتى نفسه أيضا فلا يقدر أن يكون لي تلميذا ومن لا يحمل صليبه ويأتي ورائي فلا يقدر أن يكون لي تلميذا وبيكمل حديثه عن حساب أو احسب حساب النفقة فبيكمل بقول في آية 33 فكذلك كل واحد منكم لا يترك جميع أمواله لا يقدر أن يكون لي تلميذا واو يعني كلام صعب جدا يمكن تشوف شوية خوارني كاتوليك أو رهباط أو أقباط أو أرتودوكس اللي فعلا خلاص بتكرس بيلتزم كل حياته ولكن هذا موضوع مبدأ على الجميع على فكرة مش للأقباط ولا للأرتودوكس ولا الكاتوليك ولا الإنجليين هذا مبدأ لكل أتباع يسوع المسيح بتلاحظوا من الكلام هو أنا بتشوفه تفوق المسيح ومطالب المسيح وسمو ورفعة المسيح كما ابتدأت لم يعد طريق مفروش بالورود وتعال وإلك سبايا وإلك غنم وإلك خير وإلك جمال وإلك نساء وجوار وسبايا وإلك هذا العشر أو الخمس أو أم لا 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 بالعكس تماما يعني بيتكلم عن قاعدة صعبة جدا هنا يتكلم عن المحبة المطلقة للمسيح يتحدث عن المحبة الخارجة عن محبة الله هذا المقصود من الآيات لأنه مثل ما ذكرت لم يعد المسيح بملكوت مادة لا توجد أعذار في اتباع المسيح هنا أحباء الدعوة لنحضر من التدين الخارجي التدين السطحي المسيح علم إنكار الذات التضحية بالعلاقات حتى الأسرية وحتى المادية بكلمات أخرى إنها دعوة لكي نكون سماويين يعني عايشين حياة السماء على الأرض يعني المولودين المولودين من الله من فوق الولادة الروحية الولادة الثانية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر